الراديو تسعين تسعين هواها مصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حدوثة فقهية والنهاردة في الحلقة بتاعتنا إن شاء الله حنتكلم بقى عن أبسط طريقة للتيمم اللي العلماء بتوعنا أللنا عليها ويطرق تلفوا مع بعض في طريقتها ولا كلها طريقة واحدة جاية عن العلماء شوف يا جماعة الفقهاء اتفقوا على أنه يجب استيعاب جميع الوجه والكفين في المسح بالنسبة لليادين بقى عشان تبقوا عارفين إنه لازم نمسح الكفين كده في بعض اليمين في الشمال والشمال في اليمين ونروح نفخينهم نفخة واحدة ونروح مسحين على الوش ببساطة متراي تعمل إيه تروح ضرب الأرض بإيدك بكفوف إيدك لتنين ضربة واحدة فقط وتروح مسح إيدك في بعض وتروح نفخهم وتروح مسح على وجهك مسحة واحدة بس أدي كده إيه دي أبسط طريقة يتم بيها أتام نقولها تاني تضرب الأرض بكفك لتنين وتنسحهم في بعض كده ولو كان فيهم تراب انفخهم نفخة واحدة ما فيهمش تراب انت مش محتاج تنفخ إيديك وتروح مسح وجهك مسحة واحدة آدي كل المسألة بمنتهى البساطة الفقهاء لما قالوا هذا الكلام ده رأي الحنابلة ورأي المالكية ورأي الظاهرية وجماعة من الصحابة والتابعين والإمام النوى ورجح الرأي ده ان مسح الكافين في بعضهم واجب أما بقى الإمام أبو حنيفة قال لا لازم نمسح الإيدين لحد الكوعين لحد المرفقين شو بقى بص الفرق من أبو حنيفة والجمهور الفقهاء في المسألة دي يا خبر أبيض لازم تمسح الحنفية ده الحنفية والشفعية كمان شايفين إنك تمسح إيديك لتنين يعني تروح ضرب بكفوف إيديك لتنين الأرض وتروح مسح إيديك اليمين كأنك بتتوضى كأن فيه مية أيوة احنا بنعمل ما يسمى بأتيمم أتيمم وتروح مسح على إيدك اليمين وتروح مسح بإيدك اليمين إيدك الشمال يبقى خلاص كده إيه هو دوت لحد المرفقين ده مين اللي قال الكلام ده اللي قال الكلام ده الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعية رضي الله عنه وقرضهم ليه كده إحنا عارفين إن عند التهمم بنمسح كفوفنا لتنين والوجه بس لقينا رأيه دلوقتي عند الأحناف وعندها الشافعية بيقولك لأ ده بتمسح إيديك لحد الكوع إيه سبب الخلاف أقولك يا سيدي في حديث لسيدنا عمار إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقوله إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بيهما وجهك وكفيك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله طب ده الحديث ده وجه في بداية المكتهد وجه في نيل الأوطار الحديث ده بيدل إن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بيهما وجهك وكفيك ما فيهمش المسح للكعين علشان كده الفقهاء اللي هما جمهور الفقهاء الحنابلة والمالكية شافوا إنه كفاية الكفين والوجه جي بقى الأحناف قالك اللي هما قالوا إيه الأحناف الشفعية اللي قالوا تمسح كفوف إيديك لتنين لحد الكعين قالوا المسح ده سببه إنه حديث لعسيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بيقول التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين تروح تضرب الأرض بإيدك وتروح مسحهم في بعض كفوفك لتنين وتمسح وشك وبعدين تضرب الأرض مرة تانية بإيديك وفوف إيديك لتنين وتروح مسح إيدك اليمين لحد المرفق وإيدك الشمال لحد المرفق مين بقى الدليل الأقوى اللي اتنين الحقيقة يعني دليلين ودليلين صحيحين لكن الدليل الأولاني بتاع الجمهور اللي هو بتاع الحنبلة والمالكية اللي قالوا كفاية الكافين كفاية الكافين دليلهم أقوى لكن أنا اديتك الحديثين أو الرأيين الفقهيين عشان تعرف الحدوت الفقهية بتاعتهم إيه بالزبط تعال معايا بقى كام ضربة يكتفى فيها بالتيمم كام ضربة يعني أضرب الأرض كام ضربة كده عشان لما جاء أتيمم والله بص في رأيين في المسألة جمهور الفقهاء قال لك كفاية ضربة واحدة خلاص لحديث إنما يكفيك إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفايه واجه بس خلاص ده حديث عمار جه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه الإمام الشافعي وقالوا لأ ده لازم التيمم يكون بضربتين اتنين واستدلوا بالحديث بتاع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما السابق أدي حكاية التيمم أما بقى في حاجة أخيرة كده عاوز أقول لكم عليها بموضوع التيمم هل يشترط الترتيب هل يشترط الترتيب في التيمم شوفوا بصوا افتكروا الآية الخاصة بالموضوع ده ربنا بيقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بدأ بالواجهة قبل الإيد يبقى لما بنيجي نتيمم للصلاة بنمسح بنضرب الأرض كده كفنا ضربة واحدة وبنمسح الوج وبعدين نفرق كفنا في بعض كويس كويس ده طيب أمال بقى الحديث بتاع سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده بالنص مسح ظهر كفه بشماله أو ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما واجه يعني معنا كده الإيد الأول قال لك الإيد الأول في التيمم لو أنت بتتيمم للغصل يبقى تمسح كفوفك لاتنين وبعدين وجهك ده لو كان تيمم إيه غصل غصل من الجنابة أضلو تيمم جنابة لو أنت بتتيمم تيمم جنابة ابدأ بكفوفك الأول وبعدين وجهك وإنما لو بتتأمم تأمم للصلاة امسح وجهك الأول وبعدين كفوفك بس آدي كل القصة يبقى بالشكل دوت انت عرفت كيفية التأمم وتكلمنا عن التأمم وإيه اللي بيحصل في التأمم وإيه الترتيب في الأعضاء في التأمم طب إيه بقى هل يسن يعني حاجة في التأمم هو زي ما قلت لك كده التأمم السنة فينك تقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين تنوي وتضرب بأيديك بفضل الله سبحانه وتعالى الأرض على التراب وتتيمم بضربتين اتنين يا سيدي عشان تبقى أنت في المنطقة الآمنة من أراء الفقهاء ويبقى التأمم بتاعك صحيح بقي أن نتكلم عن ما يبطل التأمم خدوا بالكم التأمم بيبطل أو يفسد يعني خلاص بقى وينتهي مفعوله يعني باربع حاجات الحاجة الأولانية أي أي إحداث يعني يعني زي الوضوء بالظبط لما تكونوا واحد متوضئ وأخرج ريح أو ما خرج من السابلين بشكل عام يبقى في هذه الحالات على ذلك الرجل أن يعيد الوضوء برضو التأمم لو واحد يتأمم وأخرج ريح أو شيء خرج من السابلين أو تبول عزكم الله في الحالة دي يبقى واحد ما يبطل التأمم ما يبطل الوضوء أدي واحد طب اتنين يبطل التأمم بوجود الماء مع القدرة على استعماله وعدم الاحتياج إليه أظن دي سهلة مش أنت تقول في المثل إذا حضر الماء بطل التأمم أو نفس الشيء ده معنى الجزء التاني ده يبقى متى إيه مبطلات التأمم واحد يبطل التأمم بما يبطل الوضوء طيب اتنين يبطل التأمم بسبب وجود الماء وجد الماء خلاص يبقى التأمم بتاعك انتهى أمره ما ينفعش أنك تصلي بالتأمم مع وجود الماء بس بشرط مع القدرة على استعماله وعدم الاحتياج إليه يعني ما تكونش شوية الماء دول هما انت في صحراء مثلا هما اللي بقين على اللي بتستبقيهم لحياتك طيب تلاتة يبطل التأمم بخروج الوقت خد بالك وركز في دي يبطل التأمم بخروج الوقت يعني واحد تأمم للفريضة وتنم أخر الصلاة أنا اتيممت عشان أصلي الضهر وتنم أخر الصلاة مأخر الصلاة راح العصر مدا في الحالة دي لازم يتيمم من جديد لأن التأمم للفريضة اللي أنا اتيممت لها ما ينفعش مع خروج الفريضة رابع حاجة بقى يبطل التأمم بالفراغ من الفريضة يعني انت صليت الفرض بتاعك بالتأمم بتاعك خلاص التأمم ده انتهى ما تقدرش انت تستغل التأمم ده في تأمم جديد يبقى يبطل التأمم بالفراغ من الفريضة أو بما يبطل المضوء أو مع وجود الماء مع القدرة عليه وعدم الاحتياج إليه أو بخروج الوقت هذه أربع حاجات عشان تبعرف طبعا عشان نكون أمناء في العرض على حضراتكم ان بعض الفقهاء قال لك لا لو تأمم وطالما ما أخرجش ريح أو ما أخرجش من الشيء من السابلين له أن يصلي ما شاء من الفرائد وضرأي الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه تقبل الله منكم ونكمل حدودتنا الفقهية بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية دلوقتي بقى هنتكلم عن أحكام الصلاة خدوا بالكم الصلاة دي تقريبا كده يعني حتجد فيها أهم الأحكام الفقهية الموجودة في الإسلام كله ليه؟ لأن الصلاة دي هي عماد الدين وفي رواية عمود الدين وهي سنام الأمر ويعني أعلى حاجة في الأمر وهي قمة العبادات التكلفية العملية بعد شهاتين مباشرة يعني حكاية الصلاة دي هتلاقوا أن القرآن الكريم بيتكلم عنها بشكل خاص والنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنها بشكل خاص لدرجة أن الصلاة بتعتبر آخر وصية وصها النبي صلى الله عليه وسلم للناس يعني المسألة ما فيهاش مساس ولا تقبل التفاوض أو الحوار أو أن واحد يتكسل في أدائها لا 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 خالص خالص الصلاة دي من أكثر الأحكام اللي إحنا حنرى فيها تشدد من الفقهاء لمن تركها ما ينفعش تترك الصلاة يعني يقول لك إيه شوف صلي قائما فإن لم تقدر فقاعدا فإن لم تقدر فمضجعا فيه مية توضى ما فيش مية يمم عارف الإبلة توجه مش عارف الإبلة ولله المشرق والمغرب فأينما توله فثم واجه الله فيه مية توضى ما فيش مية يمم فيه سفر إجمع فيه عذر فيه سفر إقصر فيه عذر إجمع الله يعني حتى في الحرب ما أسقطش الصلاة فاقد الطهورين ما أسقطوش عنه الصلاة المريض ما أسقطوش عنه الصلاة الإنسان يعني مش ممكن يعني بتلاقي فيها أحكام شديدة جدا لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها كلمة كتاب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة عمود الدين الأساسي وربنا أمر بالمحافظة عليها في الحضر وفي الصفر وفي الأمن وفي الخوف وفي الصحة وفي المرض شوف ربنا أقول حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم لدرجة أن يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وفي حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وحديث ابن عمر عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاء وصيام رمضاء وحج البيت ولا تصلح خدوا لكم إن الأعمال لا تصلح ولا تقبل الأعمال إلا إذا كانت الصلاة صالحة وتامة واللي أخبر بكده مين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصلاة موجودة وتامة يبقى باقيت أعمالك بقى من صيام ومن حج ومن كله يبقى تبام ما ينفعش أن أنت تقول لا ده أنا بصم بس لا ده أنا بحج بس لا ده أنا طالما بطلع الزكاة لا طالما أنا قلب نضيف لا لا خالص يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإذا تقص من فريضاته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها من تقص من فريضاته ثم يكون سائر أعماله على هذا قل لي بالله عليك حديثه وده الحديث على فكرة روال إمام الترمذي طيب وحتلقيه في رياض الصلاحين يعني ده يدل على إيه على إن الصلاة لا تهاون فيها ولا تفاوض فيها يقولك إن الصلاة كانت على مؤمنة كتابا موقوطة يقول وأقيم الصلاة ولا تكون من المشركين يعني ربنا سبحانه وتعالى لدرجة إن ربنا قرن ما بين أفعال الكفار وترك الصلاة يقولك فلا صدق ولا صلى في سورة القيامة أخذت بالك في سورة القيامة يقول فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق بإيه فلا صدق بالله والبعث والحشر والصراط والميزان والحوض والشفاعة يعني فلا صدق بالآخرة فلا صدق بالدين فلا صدق بالنبي صلى الله من اللي دخل معها على طول ولا صلى فلا صدقة ولا صلى ما قالش فلا صدقة ولا صامة ما قالش فلا صدقة ولا حجة ما قالش فلا صدقة ولا زكة يبقى دا دليل على عظم وخطر أمر الصراع ويجب أنك أنت تلغي من عقلك بند ترك الصلاة دا تماما بأي حال من أحوال دا فيه وادي في جهنم اللهم احفظنا واحفظكم يعني منه اسمه وادي سقر سين قاف راء وادي سقر دا يستعيذ منه أهل النار تخيل بقى لما بيسألوهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يعني أول حاجة وأول تهمة وأول جريمة وأول ذنب قالوا لم نكن من المصلين ما كناش من اللي بيصلوا ولم نكن نطعمون المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشفعين اللهم احفظنا واحفظكم يا رب يعني أول ذنب في الموضوع ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ما كناش بنصلي طبوا ليه يعني ليه الإنسان يحط نفسه في هذا الموضع الكريه علشان هذه التهمة الشنيعة تهمة الفكاك عن الصلاة بص بصوا هي كتابة موقوطة هي قانون هي قانون اعتبروا زي الماء والهواء اعتبروا لا فكاكة منه وزي الأكسجين كده لو انقطع عنك تموت هي الصلاة آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنا عاوز أقول لك لو بصيت للصلاة حتلاقي أن ترك الصلاة يشبه أعمال ناس أنت ما بتحبهمش يعني مين مين اللي بيحب الشيطان أعوزه بالله محاجب يحب الشيطان الشيطان ده بقى عشان تبقى عارف أمر بالسجود لله سبحانه وتعالى فرفض أهو تارك الصلاة هم وكمان أمر بالسجود لله فرفض يبقى التشابه هنا مخيف تشابه ما بين فعل إنسان رفض السجود وفعل الشيطان رفض السجود الشيطان للأسف مش الشيطان بس اللي رفض السجود ده المشركين ربنا قال وأقيموا صلاة ولا تكونوا منهم مشركين يعني المشرك رفض الصلاة وكذلك تارك الصلاة رفض الصلاة ده تشبيه خطير وتشبيه مخيف طيب اللي ما بيصدقش بربنا اللي كفر بربنا رفض الصلاة كذلك تارك الصلاة يشبه هذا التصرف أنا ما بقولش عنه إنه كافر لا بس أنا حقولكم إنه في أئمة قالوا إنه حكم تارك الصلاة وهو متكاسل في الأداء غير حكم تارك الصلاة وهو جاحد لفرضية الصلاة الفرق بينهم إيه؟ العلماء بيقولك إيه؟ اللي بيطرق الصلاة دوت له حالتين يا إما إنه سايب الصلاة لأنه بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة يا إما تارك للصلاة علشان كسل ويعني وطراخي هنا بقى اللي تارك للصلاة وهو بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة اسمه إيه؟ للأسف ده هو ده اللي بيكفر وبيعمل في الإسلام معاملة المرتد للأسف الشديد أمال بقى اللي بيتارك للصلاة وهو كسلان فيها وهو ده بقى ربنا سبحانه وتعالى اللي بيفتح له باب التوبة حتى يقولك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يعني عرفت بقى إن إقامة الصلاة هي اللي تحطك في إخوة الدين أو تخرجك من هذا الشعور الجميل الذي تنتظم فيه أفراد المجتمع كلهم علشان كده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم على بعض الناس يقولك إيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا خدوا بالكم من إسمها إسمها صلاة عارفين كلمة صلاة يعني إيه يعني صلة بين العبد وبين ربه يعني معنى كده إني اللي ما بيصليش انقطعت الصلة بينه وبين ربه حتسمعوا بعض الناس يقعد يهجس علينا ويقولك إيه لا 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 أنا ما بصليش بس بيني وبين ربنا عمار بيني وقلبي معلق بحب الله أنا ما بصليش لكن أنا بحب ربنا أنا ما بصليش لكن قلبي سليم كل الكلام ده هكس كل الكلام ده مالوش أي معنى لأنه لو ما صلاش انقطعت الصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى ربنا بيقولك لا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عرب بهم يومئذ لمحجوبون فالعبد اللي ما بيصليش محجوب عن الله سبحانه وتعالى تضعف له العقوبات لدرجة ان العلماء أحصوا العقوبات التي تليق بترك الصلاة لعشرين عقوبة خمسة في الدنيا وخمسة عند الموت وخمسة في القبر وخمسة في جهنم والعياذ بالله طب إحنا علينا بإيه من ده ما تعالى نصلي يا ابن الناس الطيبين ونحافظ على الصلاة ونكون مع الذين هم في صلاتهم خاشعون يلا ناخد فاصل ونواصل ابقوا معنا السلام عليكم مرة ثانية أخوات الإيمان والإسلام فاكرين وإحنا في حدوتتنا الفقهية كنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا عن أهم ركن في الأركان الخمسة وهو الصلاة والصلاة هي الأداء العملي اللي بيجمع ما بين العقيدة وما بين السلوك وما بين الأداء خدوا بالكم من حاجة عشان تبقوا عارفين حاجة حاجة مهمة جدا في تعبير كده القرآن يقول وأقيموا الصلاة يقول وأقاموا الصلاة وليقيموا الصلاة أقم الصلاة إيه أقم أقيموا إيه حكاية فعل أقامة ده أقامة الصلاة يعني إيه وقولك إقامة الصلاة إيه أقام أقام ديت معناها الصلاة بقت حارسة وضابطة ومراقبة على تصرفاتك اوعى تفتكر ان احنا بنقول للناس يلا صلوا وسبكم من السلوك ربنا غفور رحيم ما قلناش كده أبدا هو ربنا غفور رحيم آه لكن هل السلوك يغني عن الصلاة أو الصلاة تغني عن السلوك لا الصلاة بتاعتك لا تغنيك عن السلوك القويم لازم اللي بيصلي يكون سلوك وسلوك محترم اسمع الآية القرآنية وربنا بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم لما انت تعرف ربنا لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى لازم اللي بيصلي يكون مثل يكون قدوة يكون منضبط يكون سلوكه سلوك قويم يقدر يواجه به ربنا سبحانه وتعالى يقابل به ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة طيب عشان كده لازم الصلاة تكون قوامة عليك إيه القوامة دي القوام اللي هو المراقب المربي المؤدب المحتسب الواصي زي ما بنقول ربنا بيقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجة قيما قيما يعني مراقبا للسلوك ومراقبا للفعل زي ما ييقول الرجال قوامون على النساء يعني حارسون لشؤونهم ضابطون لسلوكهم كزوجة وكابنة وخلافه يعني لما تيجي ربنا سبحانه لما تيجي تلقى الآية القرآنية وبتقول لك وأقيمه الصلاة يبقى أنت لازم تخلي الصلاة مراقبة عليك الصلاة دي تجي العبد يستحي أن يفعل الزنب أو المعصية علشان كده ربنا جعلها زي الشحنات المتواليات التي تأتي لتجديد شحنة الإيمان في القلب يجي الفجر ويشحن شحنة قوية جدا في القلب وتبدأ الشحنة دي تشغالك تشغالك وانت مستحضر بها عظمة الله وموصول بالله وتبدأ الشحنة على وقت الضغر يبقى أنت محتاج شحنة جديدة فتشحن الضغر وهكذا ويجي العصر محتاج شحنة جديدة وبعد العصر يجي الشحنة على وقت المغرب محتاج شحنة جديدة وهكذا في شحنات متواليات في الأوقات الخمسة ومع ذلك ربنا غفور رحيم وربنا من تيسير ورحمته بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر في حالات أقدر أجمع ما بين صلاطين وأنا مسافر أو أنا موجود في الحضر عارف الحضر يعني إيه يعني تبقى تبقى قعد في البلد اللي أنت فيه إنما في الصفر تبقى بلد مسافر ليه يعني أنت دلوقتي لو من سكان القاهرة وسافرت الإسكندرية بتبقى الإسكندرية اسمها إيه اسمها الصفر بلد الصفر والقاهرة اسمها بلد الحضر تبفرض لو أنت كنت إسكندراني وجيت القاهرة القاهرة بالنسبة للإسكندراني بلد الصفر إنما الإسكندرية اللي هو جي منها اسمها بلد الحضر عرفت كلمة الحضر يعني إيه فإيه حكم الجامع بين الصلاتين في الحضر والصفر الجامع بقى أخدوا بالكم ما ينفعش إلا بين وقتين ومعروفين الظهر والعصر أو المغرب والعيشة طب ينفع الجامع بين العصر والمغرب لا ينفع الجامع ما بين الفجر والظهر لا ينفع الجامع ما بين العيشة والفجر لا يبقى الوقتين المسموح الجامعين المسموح بهم مش بتكلم عن قصر الصلاة اسحالي وخد بالك أنا بتكلم عن جامع الصلاة جامع الصلاة ما ينفعش إلا ما بين ظهر مع عصر ومغرب مع عيشة أقول تاني ظهر مع عصر ومغرب مع عيشة الجامع يجوز ولا لا يجوز شوف يا سيدي الجامع ما بين صلاتين اللي هم الصلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جائز عند جمهور الفقهاء طالما له سبب ليه لأنه وإيه السبب إن قاله هذا الكلام قال لك والله حديث أنس رضي الله عنه وارضاه بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتح له قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما جمع تأخير لو آه تمام يعني إذا عنده ظرفه السفر وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركبه يعني لو لحق صلى الله عليه وسلم يسافر بعد ما بيصلي الظهر كان بيصلي الظهر ويركب ناقاته ثم يسافر الحديث في البخاري ومسلم طيب يبقى ده دليل على إيه على إنه كان يجوز وكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجمع ما بين الظهر والعصر طالما على صفر من بقى اللي خلف في المسألة دي الوحيدين اللي قالوا لا ما ينفعش الجمع خالص إلا في الحج الأحناف الإمام أبو حنيفة أو الأحناف قالوا الجمع لا يجوز الجمع جمع الصلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشة لا يجوز إلا لا يجوز لأجل الصفر ولا لأي عزر لا الصفر ولا العزر يا خبر ومن إمتى يا أحناف يجوز الأحناف قالوا يجوز فقط يوم عارفة إنك تجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر وفي المزدلفة إنك تجمع المغرب والعيشة في وقت العيشة يبقى الظهر والعصر في عرفة جامعة تقديم والمغرب مع العيشة جامعة تأخر في المزدلفة بس وقتين دول بس عند الأحناف يا جماعة الحدوتة هما الأحناف اختلفوا ليه مع جمهور الفقهاء هما اختلفوا مع جمهور الفقهاء لأنه هما استدلوا بأحاديث مواقية الصلاة وحديث سيدنا عبد الله بن عمر لقوا حديث رووه يعني عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين المغرب والعيشة إلا مرة إلا مرة حديثه الحديث طبعا رواه الإمام أبو داود طب من الصح والله بص العلماء بتوعه الحديث قالوا الحديث بتاع أبو داود اللي الأحناف استندوا إليه حديث ضعيف علشان كده احنا بنرجح رأي الجمهور اللي بيقول يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في أي سفر الإنسان يسافره لأنه طبعا هي دي الأدلة الصريحة والصحيحة أما الحديث اللي رواه أبو داود رضي الله عنه أرضاه دا فيه ضعف ولذلك دليل الجمهور أقوى تمام طبعا المالكية حطوا ضوابط معقد شوية يعني أو شديدة شوية في الجمع للمسافر إذا جد به السير يعني لو كان فعلا فعلا بدأ في السفر وفي حالة من حالات الانشغال الشديدة لكن عموما عاوز أقول لكم إن الشافعية أجاز الجمع مطلقا وهو الصح في مذهب الحنابلة طيب أهم دليل بقى يستند إليه الجمهور إن الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جائز للضرورة المطلقة هو حديث معاز أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك فخرج فصل الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعا يعني الاثنين مع بعض طبعا الحديث دا رواه الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه والألباني قال هذا حديث صحيح يبقى نيجي بقى نتكلم دا إحنا قلنا في الصفر طب هل يجوز الجمع ما بين الظهر والعصر أو ما بين المغرب والعشاء في الحضر إحنا تكلمنا في الصفر يجوز في الحضر ولا يعني في المدينة يجوز وإنت من غير صفر ولا لا يجوز دا اللي حنشوفه بكرة وإحنا بنتكلم في حدودتنا الفقهية والسلام عليكم ورحمة الله